اشتركوا في القناة وفي مسهل اللقاء رحب معالي الوزير بمعالي رئيس مجلس الامة الكويت والوفد المرافق مشيدا بعمق متانة العلاقات الاخوية والمتميزة التي تجمع البلدين الشقيقين والتي زادت قوة ورسوخا في عهد القيادتين الحكيمتين لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدة واخيه صاحب السمو الأمير صباح لحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت حفظهم الله وأعرب معالي الوزير عن تقديره لمواقف دولة الكويت الشقيقة الداعمة لمملكة البحرين والتي تجسد عمق العلاقات التاريخية والتنسيق المشترك منوها إلى همية مثل هذه اللقاءات ودورها في تنمية العلاقات الثنائية وتوسيع أفاق التعاون من خلال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك الأمر الذي يصهم في تعزيز الإنجازات والمكتسبات لمسرحة الشعبين الشقيقين وشدد معالي الوزير على أن أمننا الداخلي كل لا يتجزى مشيرا إلى أهمية العمل المتواصل في إطار المسيرة المباركة لدول مجلس التعاون بما يتناسب مع المستجدات الراهنة التي تتطلب المزيد من التعاون والتنسيق بما يمكننا بإذن الله من التصدي لكافة التحديات من خلال توحيد المواقف واجتماع الكلمة وتضافر الجهود